نظمت وزارة الأوقاف احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بالقاهرة من جانبه أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن احتفال الوزارة بالذكرى نظم في جميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية الاحتفال بالإسراء والمعراج لم يكن قاصة على الاحتفال الرئيسي بمسجد الإمام الحسين وإنما هو في جميع مساجد مصر تعظيما لشأن هذه الزقة التي جاءت إكراما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبتا بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ليظل المسجدان عاسخين في نفوسنا جميعا والحمد لله رب العالمين عادت المساجد في هذه المناسبات العظيمة وفي الصلوات والشعار والدروس والندوات والمقار في مصرنا العزيزة إلى أفضل أوقاتها بصورة غير مسبوقة بإقبال عظيم على الفكر الوسطي وعلى القرآن الكريم